يستأنف المجلس الشعبي الوطني اليوم أشغاله بجلسة علنية تخصص لطرح الأسئلة الشفاوية لعدد من الوزراء حسب ما أورده بيان للمجلس وتم برمجت خلال هذه الجلسة 13 سؤالا سؤالان لكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ولوزير التعليم العلي والبحث العلمي وسؤالين لوزير الصناعة والمناجم وكذا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزير الاتصال وثلاثة أسئلة موجهة لوزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات ورقمنا